مرحبا بكم مجددا نواصل في الغوديفو مع معز شخشوق وزير النقل واللوجيستيك ما زلنا نحكيه على أزمة تونسي غخليفة وعندك سؤال طبعا أنا في اعتقادي ما نشح تشغل في الحامدي ولكن ما هي سبب أزمة الخطوط التونسية أقبلها بيسر فما نستحث عن الأزمة أسبابها الكم الهائل من التشغيلية حديث عن سبع ألاف يزم بيننا سيد وزير قداش نستخدم في تونسير وهل فعلا ندخلو حوالي ألف إلى ألف ومتين بعد ألفين وحداش دخلوهم فجأة وبعد ولينا تحث على المشكل عدد الطائرات الفعلية اللي قاعد تشتغل في هذا هو قضية العقلة هذه ما نفقناش بها فجأة هكي القاتل نفسها في حالة من العقلة وطبيعة العقد المبرم الآن مع طاف هو أول حاجة سعى العدد العوان متاع المجمع تونسير لأن تونسير مش وحد عدد من الشركات الفرعية وعدد العوان الجملي هو ستة الاف وثلاثة مئة عبا بخير العدد العدد العوان متاع الشركة الأم هي ثلاثة الاف وخمسة مئة لأننا نحب نأكد أن احنا وضعية العوان الكل مش نحسموها بسهولة لأنها لمسارتش دراسات على العوان والشركات هذومة ما قاموش بدراسات اللازمة نعرفوا احنا البروفيل متاع الأعوان واسكو ناقصين زايدين أنا نجم نقول لك أنا تونسير ناقصة ناقصة دي بروفيل تكنيك ناقصة دي زين جانيور غنافورماتيك ناقصة دي زين جانيور غلغوما بالعدد هذا هو ناقصة 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 عدد كبير زايد مش شوي معتا اليوم عدد متاع المهندسين في التونسير ضعيف يسر بل الكم وين محطوطين الكم موجودين تم انتداب كما قلت عدد كبير في باعة الثورة وهذا يلي خلى معنتها بتدخل بعض الشركات الفرعية الفعلا في حدود الألف يعني ثم عدد كاكاي بخير مقسمين على عدد من الشركات بربي اغلبيتهم شنوها سيمواز نعم اغلبيتهم شنوها عدد من البروفيل اللي هندلور بالعضب في التونسير هندلينج ثم عدد من عدد الشركات معتا لهم الفرعية للتونسير معتا ما زيش نقولك بالضب بروفيل يعني موجودين اعلامية كذيما مشابه لا لا مشكة لا لا اقل 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 يعني خدامه ولكن بامتيازات خدامه لكن كي يخدموا اليوم قوليها اكثر من طاقة وليتوا المشكلة في المجاهدة عدد الطائرات الفعلية عدد الطائرات هما طوى ثمه ستة وعشرين فعليا لكن نجمه يقولوا انا ثمانتاش نجمه يتسلحوا من الاخر العام شو ثمانتاش نجمه يتسلحوا مش يخدم معنا لا يخدموا هما طوى سبع يخدم يخدموا سبع يخدموا لكن نجمه مصلهم لثمانتاش عدد اقصى ونجمه كان نحسنه نصله حتى الثلاثة عشرين اربع عشرين يعني انتا معدد ان الطائرات اليوم نجمه نتخلو عليه قد يم يسر وما عادش فيه سيد الوزير مشكلة اخرى ايضا اللي عاشنا على وقحة هي المشكلة مع الاتاف شركة التركية فرع تونس شنولي صار بعد رفع الاتفاق على حسابات التونساغ وشركة التاموين وجدولة الديون خاصة من فائدة شركة التركية الاتاف كيفاش بش يكون في علاقة بالاتفاق الاصلي ايضا مع شركة تاف هل تعتزم الدولة اعادة التفاوض ربما الاتفاق هذا يعتبر البعض غير قانوني وتدعو لابطاله ايضا احنا ساعة نبدأ ونقسم الموضوع الاثنين احنا كحكومة كي جينا نقول الاتفاق صاير وموافق عليه بامر مصدق عليه بامر مع ان الاتفاق لهو يحكيوا عليه العدد من النواب اليوم احنا قناه موجود وقناه ديون متخلدة بذمة الشركات النقل الجوي والوضعية كانت شائكة لان الواسعات تحب متاف وتاف تحب من تونسار وثما اشياء معنا متفقين فيهم تونسار هندلينغ وتاف على مطار مستير ما عملوهمش من 2015 قناه زاد كيف كيف وضعية زاد الشائكة حتى مع بعض الاعوان ان نحييهم في مستير اللي هما ما خلصوش لبريم بتاعهم وتاف ما خلصتهمش وعليش ما خلصتهمش ما عنديش فلوس كدي تشوف اليوم وضعية المطارات لكل رأيي في تاقاه كور كبير لكن في نفس الوقت نقاود ديون متها كوزي معنا كل شركة تسير الأخرى معناتها ووضعية ولا تصعيبة ووضعية حابينا نقرب وجهة النظر بناتهم وذاك اشقام صرنا بعد لكن يمكن تأخرنا شوية لأن وذاح لبناهم الكل لأنهم صاروا في 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 تمشي ما تعالى هوصلهم لعقل والحقيقة هذه الحمد لله احنا ادركنا الامر بسرعة نرفعنا العقل وعملنا اجتماع لا ليهم تعرف على العقل شنو اتفاق اتلبنا رفع العقل وجدولة الديون هذية على خطرهم ووضعية متاعش كثة الشركات اليوم كانت نوزلوا الواسياء ولا ولا التاف ولا تونيسير كلهم راهم وضعيتهم اليوم ايش بيه وتعرف تقهقر الحركة ونقل الجوي بصفة خاصة اليوم معناتها مع الكوفيد ماذا تقهقر ببرشة نوكا لك عليش كان مش نقعد نتبع العقل مش نقعد ووقفين الناس كل نتفرجوا على بعضنا وحتى حد نجم يخلص لاخر بعدها هذه هي الاشكال نوكا احنا خيرنا الحوار خيرنا حطيناهم وطودينتاب اللي جمعها فاتت وصار الاتفاقا نرفع العقل للكل وان نمشوف الحوار واليوم الحمد لله وصلنا ديجا جدولنا ويش تخرج ان شاء الله بيان بعض من الوزارة بلاغ ان احنا احنا اتصارت الجدولة بالنسبة لتونيسير مجمع تونيسير باستثناء بعض الديون المدخلدة بذمة تونيسير هندلينك وكيف كيف مع الوسيقى قدمنا في المناقشة نتعالى الديون هذوما ووضعية لعوانة اللي هم مخلصوش اللي هم اللي بريمات نتاعهم قاعدة معلقة مخلصوش نوكا ذوم الكل احنا اعطيناهم مهلة جمعة اخرى عشر ايام اقصى تقدير باش تتفضل الحكاية والجدول هالديون هذي تقول سيد وزير في تصريح تونيسير ميش في حاجة الى مخطط يعطيك لا بقدر ما يفي حاجة الى مخطط انقاذ انا قدامي اجبت التقرير هذا تقرير عملية وزارة المالية حول الوضعية المالية للشركة التونسية لخطوط التونسية تونيسير تقول وزارة المالية في 2018 الشركة هذه تونيسير عندها الحجم الديون الكل بسيفة عامة متاحة في فيه اخر 2018 تلاث الاف وثمانية وتسعين مليار وسجلت ارتفاع تقريبا بعشرين فاصل سبعة بالمية مقارنة بالفين وسبعة يعني قيمة المديونية الفين وخمسمائة وسبعة وستين مليار منهم فما فما جزء معناها هي عبارة على ديون الشركة تجاه بعض المزاودين وديوان مثلا الطيران المدني والمطارات معناه اللي تركمت الديون متاعه تجاه التونسية بحوالي تقريبا سبعة و تسعين مليار الديون تجاه البنوك تقريبا بلغت الف وخمسة وستين مليار بالوضعية المالية هذه سيد الوزير ممكن انقاذ الشركة لأنه اليوم حتى رأوا على حقيقة حكيت مع بعض المقيان النقابيين معناها اللي يخدموا في الشركة ما تماش امل صحيح يقولك احنا هي شركتهم ويخدموا فيها ويحبوها معلها توصل الى مرحلة الانقاذ لكن فما شوية يأس من انقاذ الشركة ما زال ممكن الانقاذ مشيأس ما ديما الامل احنا نعرف ان الوضعية صعيبة والارقام اللي اذكرتها حتى في 2020 زاد متى تطورت وذكا عليش احنا اليوم كنحكيوه على انقاذ راهو نحكيوه على الناس كل زي ما تحطي دافتين بعضها ونقصهم البوليميك ونقصهم هال مشاكل اللي راهو فيهم على الفيسبوك ضد التونسيار راهو تونسيار باش تبرك هاو تصير بطيارة باش تتيح هاو طيار راهو الناس الكل زي ما تخدم على اوبجيك كيف واحد بش نعطي الاجابة ما رؤيتكم هذا اللي حبنا احنا رؤيتنا احنا رؤيتنا ايجابية شوف معنات ايجابية عليش صحيح اليوم وضعية صعيبة في اشهر هادوما شهر مارس عادي شهر فيفري راهو عملنا اجراءات حجر صحي اجباري مني كنا نهزو في مئة مئة الف راكب معتا في شهر جنفي ولا شهر ديسامبر ولا نهزو في ثلاثين الف معتا شوف راهو اقسم على ثلاثة اقسم منتي تمو دخيل على ثلاثة كيف كيف اذا كان احنا نتوى شهر مارس ما يصيرش رفع على اجراءات هذية ولا على اقل شوية سوكيس ما وراهو باش نواصله بصعوبة شهر مارس نوك الفترة دي الدولة لازمها نوقفه مع تونيسيا لان احنا احنا قلنا دي جاء بعض الاجراءات بعض الاجراءات احنا احنا عمليا ثم سيد رئيس الحكومة في الاجتماع اللي صار يوم جمعة للفرط لما اتصار الاتفاق انا نعاونو نخلصو ديون بتاع تونيسيا التكنيكس اللي باش يمكنها باش عدد الطيارات التجارة التفاع يوصل حتى ال 11 ببري حسبناهم يعني 11 طيارة حاليا ما تفيز بعد ونفس الوقت مجموعة 24 تقريب هي مجموعة نقلنا احنا 18 انطايرة احنا هدفنا كان نوصلوا الماي افك 14 انطايرة نو نكملوا بهم السيزان نتاع الروتور تاع توينسا ومعات توينسا يرجعوا وان شاء الله ياخذوا التونيسيا كما كانوا ياخذوا فياقبل واحنا جاء الله نعملوا زادا انجازت كوميرسيال ونحاولوا نكونوا لطاريف متاعنا بيان يتوديه خاطر تعرف ما كونكيران صاريشان انترنشنال بقد تربيتها ما مداخي لدخل التونيسيا ولا تخلي على الاقل انحسنوا في السيولة متاحها زادا كيف كيف مع جدولة الديون لانا بريسيون عالتا في اليوم ولا بريسيون على السيانساس ولا اي بريسيون تزير لنا من المزودين راهي الضر في الشرك هذي احنا متفقين فيها وذلك عليش هدفنا توى نتعديه شهر عادنا تعدينا شهر فيفري بصعوبة اوك شفتوا معتا العقلة تم رفحها تونيسي كاترينج العوين مخلصوش واحنا اليوم حقلصوا الحمد لله على شهر جانفي وفيفري واحرصنا باش يكونوا اليوم بل موفى جو اسبوع عذية كيف كيف توى شهر مارس هدفنا دي كان نوصلوا نخلصوا الديون بتاعنا ونحضروا اكثر عدد من الطيرات معا شوية ان شاء الله خطرين لحل الكوفيد تو بدت تتحسن الامور بدت تتحسن زادة الاجراءات اللي بشي تتم اتخاذها ان شاء الله احنا ما نزلنا معناش بيدنا نعرفوا اللجنة العلمية احنا ننثقوا فيهم وان شاء الله معنتها بس الحالة الصحية تتحسنت وان شاء الله ترجع الحركة وكي ما قلنا راحنا طوال انه ما نمشيو كان في السفارات اللي هم الروتابل وكذلك الحديث عن الضغط اللي يتمثله الرواتب الشهاري اللي هي ياسر في الخطوط التونسية الاتحاد اللي عم تونس شغل في اكتر مرة يصير يقول انا وفقتك شريك الاجتماع على خروج الف ولا الف ومئتين معناها موظف مئتين سار عليش الحكومة ما قدمتش عليها ذا هذه الحكومة الفارطة ومشكلة متاحها وقتها كانت تنفذ تنفذ هذا يمكن اليوم من نقاشر ويحنا في الحالة ذي لكن احنا ذيكا السيطوات سوى لقناها وذيكا الوضعية لقناها ونحب ونخرجوا من الوضعية ذي ونحس نحن العكس اول حاجة نحب نعملوها اول حاجة اجراء التقشف حكينا فيهم ثم بعض لشاغجة لازم نقصهم ونفس الوقت نقاو حلول مع العوان مع الاتحاد كيف كيف نرجع البرنامج هذا لكن بعض دراسات معمقة ومش الخروج متاع العوان هو بش ينقض تونيسير اللي بش ينقض تونيسير هو الاكتيفيتات ترجع الترافيك يقوي نقصهم لشاغج بانسور نوبتميز اكثر لشاغج متاع الكيروزين الاوبتميزازيون بتاع الفولم بتاعنا مش نعملو طيارة اقل شنو ماشين باريس بعد تمشي فارغة كيف كيف تمشي معرش طائرات لأي بلاد من البلدان معتهم بتمشي تلنا قدروا بستعج ضعيف نقصنا منهم ومازلنا مش نسيدون نقصهم نقصنا 50% بالنسبة للعوان حددوش قديش يعني العدد نجموش نحدو الى ما تتسكمل الدراسات وراهوا دراسات ما تبديش على على ساركة واحدة على مجمع كامل سيد وزير بالطبع نعتدر للسيدة المشاهبين زميلتنا مالاك وعكة صحية طار نتمنى نقولها الشيفان نتطر نعوضها ونوصل لحوار معك بالتبيعة في نفس التساؤلات المتعلقة بالتونيسير ومستقبل تونيسير ومسألة برامج التأهيل وبرنامج الإنقاذ اللي وله جزء من ما يطمحوا للتوانس الكل ناجي كيف عندك في التساؤلات يعني معناها دبريل تصريحات الأخيرة من العام تحت شغل وحتى المسؤولين نقبيين في الشركة يقول لك هنا عندهم استعداد يعني للانخيرات في برنامج الإنقاذ هذا ولن توا معناها الحديث على برنامج الإنقاذ جديد خاطر كنا نحكي وعلى برنامج إعادة هيكلة اللي هو تمت مصادقة عليه من قبل الحكومة في 2013 ولا بش تعدل رهو بش يتحسن بش نعاوض ونرجعوله قديش مش يستمر برنامج الإنقاذ هذا بش تدخل مباشرة من بعد في عادة الهيكلة نحن برنامج الإنقاذ رهو لبضعة أشهر أربعة أشهر خمسة أشهر هذو ملئن المصعب إن فوه رجعت إرجعت رفيق في الصيف إن شاء الله ومعه الفكسن ومعه اللي جرأت الحجر السحي تدخل مباشرة المنبعث تدخل في العادة الهيكلة لأننا لحنا الأفكار رهو موجودة رهو من ومنين جينا على أقل كحكومة لعنا أفكار لعادة هيكلة المؤسسة وقينا عدد من الأفكار وقينا عدد من القرارات ما تنفذتش وقينا ما ننضيبش عليكم عدد من الخبرات في مجال الطيران وكل يعرفوا مني ما فكرتوش خاطر إذا كان فهمت هذا من حديثك سيد وزير أنه لا نية في قضية الخصخصة أو الشراكة مع البطاعة الخاصة أو البيع نعم علش الفرضية دي موضعته مقابل ثمن يقول لك علش الشركة دي هو تم هذا في إيطاليا وتم هذا في غيرها من الدول فوتوا في الشركة أنا معبوش ثمن متاح كل صدق عندها راهو ان كابيتال كبير عندها ديز موبيزيشان كبار تعرفوا اليوم تونيسير راهو اللي زيتاة فنانسية متاحها 2018 2019 2020 هم مش حاضرين معناتها اليوم ببيع شركة علش علش هذه الأشكال الموجودة اليوم اللي احنا توعتين قدنا قرارات مؤخرا في الاجتماع الأخراني باش يحضروا اليزيتات فنانسية متاع 2018 في شهر مارس يتعدى والكميسير وكونت كيف كيف متاع 2019 يحضروا في شهر ما في 2020 مش يحضروا في شهر جويل فما رغبات سيد الوزير متاع جهات أجنبية عبرت بوضوح خلينا نكون واضحين راهو ماساش حاشتنا بالرأي الواضح والصارم والدقيق على خاطر طوى الساحة السياسية تزايد على بعضها العباد تصدق كده فما أتراك فما قطريين يحبوا يشري وعبرو لكم عن رغبة تلميحا تصريحا احنا اليوم اول حاجة كما قلنا سعى ننقضو الشركة متاعنا نعملو لزيتا فينونسية متاعنا ونرجعو لحالة عادية لأنا مش في حالة عادية عندك تروازاني ما عندكش بتعرش الشركة قداش شربح وقداش خاصر بتعرش نوع شي في الدفير متاحها سرتيفيات وذي شفتوا معتها عديد من معتها من التزايدات معتها المزايدات في المجال هذا نحبش نحمل المسؤوليته إلا الساعة متعاملوا لزيتا تسنتيز خلنا نعمل لزيتا تسنتيز نعرفوا روح نقضلش عنها ونبعطون يعني ما يحول ما يحول خطروا انت تقول لي لزيتا ما همش موجودين ما يحول على أن نعرضوها للبيع أو جزء منها للبيع هو غيب لزيتا فما رغبة موجودة قصة التفويت في خطتكم للإنقاذ لا 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 قصة التفويت ماشي مقوضة لا في الإنقاذ لا في عادة الهيكل هذا يسعب شون ده واضحين فيه خاطركم ما قلنا لازم نرجع المؤسسة إلى مسارها العادي وثم عدد من الإجراءات يلزم نخذوهم باش نرجعوا المؤسسة في المسارها العادي واليوم هذا كان نحكيه شريك كأولي حتى لا سواء عن طريق التوفيت الجزء ولا التفويت لا نسحق تونس لحكاية هذه العكس نحب نحب تونس يقض على تونسير والدولة اليوم مساهمة وأكثر من هكا نجم نشيه حتى في التأميم المتاحة آه تأميم المتاحة واضح بشيخت بورهان هنا بشيخت خطر بشيبرو المحور الثاني اللي هو اللي نشر عمادي الدايم اليوم المتعلق بمعناها قرار محضر الجلسة لاجتماع مجلس إدارة المجمع الخطوط التونسية ويتسائل زادة على قرار إعفاء المدير المركزي للمالية ومدير المحاسبة شو ردك فما تلميح على وجود شبهة فساد شوف هو تلميح على شبه في الناس ما هو فيه كل يوم وإحنا أكدنا ونحاول نأكدوا أن اليوم أولوياتنا هو خطة لنقاث نعرف الإيزيتاء فنانسية مش بيزيد هنا هو كمعلومة نعرف ومش حاضرين وبعدد من الشركات العمومية ومش مش مشكل معتها منقبل ومش قاعد اليوم ما يعاوننا إحنا باش نجمو نقدمه في ملف يعادت لهيك وذك عاليش نعطينا الأولوية للتحذير الإيزيتاء تسنتيز الإيزيتاء فنانسية دوم ومش نجمو نقدمه بعد في عادة هيك ونعرف روحنا ممشين تلميح نحن نتحمل مسؤولياتنا كما قلت ونعاود نقولها ودور الوزير ومش بشيقيل مدير فينوصية ونحن نعرف أن اليوم الأولوية مش ما قلت الناس يشكون وقته بيشتعين رئيس مديرها مجديد إن شاء الله أقرب ممكن نحن نعف الوضعية عاجلة فما إن شاء الله إن شاء الله إحنا رجعنا ونحاود نشوف ونقيم ومليح إن شاء الله ما تنطيح بالأقرب من الأسامي المداولة هذي قاعدة تكون في الواحد من اللي تحملوا مسؤوليات سابقة نحن حبذنا أن يكون ولد الشركة لكن ما لغزموث معدد منهم زادا ما قبلش المسؤولية وذي يزم قولوه لكن عبدنا عدد شخصيات لنعرفوهم في الدومان الفينانسي وكيف كيف برشة منهم ما قبلوش ما قبلوش المسؤولية بطبيعة على خطر على الوضع وإلى قصة الشهار وقصة الروح برشة الناس برشة الوزير خلي رأي العقل برشة الوزير تريد سير شي يخلص ثلاثة ملاف وثلاثمئة ثلاثة ملاف دينار وثلاثمئة هذو اللي حاجة كما هيك هذو تريد جي ومعناها 900 يورو على مستوى الدول حاجة ضحك في عالم الطيران اللي يصير باليولو على كل هذا جزء من مشاكل موسيطة النقل العمومي عموما نرك عليه مع بعضنا سيد الوزير ومع ناجي وخليفة هنشوفوا تقريب زيادة بخصوص الوضع الصعب لموسيطة النقل العمومي رغم يكمل هال من الوعود والتعهدات لتقدمها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بإصلاح منظومة النقل في البلاد إلا أنه لا بوادر للانفراج فلازم الحادة تخيم على هذا القطاع على مدى سنين تاركة عديد نقاط الاستفهم رداءت جودة قطاع النقل البر اللي يعزها الباحثون في هذا المجال إلى البيروقراطية المركزية المعقدة في التسيير إلى جانب تداخل عديد الأطراف في أخذ القرار أدى إلى تدهور حالة رسول وتراجع مردوديتو إضافة للارتفاع العجز المالي بشركة النقل العمومي الاكتذاذ وغياب انتظام توقيت السفرات والإضرابات كلها عواما رفعت من منسوب سخط التوينس على خدمات شركة النقل العمومي في تونس اللي حصرها شبح الإفلاس فعلى سبيل الذكر للحصر تعاني شركة نقل تونس عجز مالي فقط 800 مليار مما جعلها تعيش صعوبات في اقتناء المستلزمات الضرورية وتوفير وجور الأعوان والإطارات اللي يتجاوز عددهم السبع الف الشركة الوطنية للسكاك الحديدية التونسية هي أيضا تعيش أزم مالية خانقة حيث فاقت خسائرها المتراكمة مع موفى سنة 2020 890 مليون دينار زيادة على حجم المديونية اللي بلغ في نهاية شهر أفريل الفارض 304 مليون دينار أي قبل جايحة كورونا ولأن تعرف الشركات الجهوية للنقل وضع مشابه حيث يتفاق معجزها المالي عبر الأعوام مع التواصل تأكل أسطولها وارتفاع عبائها فأن حتى النقل الخاص مثل سيارات التاكسي الجماعي واللواجات هي أيضا تأثرت مدخيلها وخدماتها بفعل جايحة كورونا إلى جانب المطالبة بتسوية وضعية مهنية هذا القطاع وتفعيل تقرار أن منظمة النقل العمومي في تونس تشهد أزم حادة عمقها تفاقم عجزها المالي صح فيها الوصف القائل هي ذبحة صدرية في قلب الاقتصاد التونسي إذن سيد مزير النقل العمومي عقدة العقد بتاع التونس هذه هي والتونسي يخرج من دار وبشرقها هي الحافلة العمومية يا القطار يا المترو إلى غير ذلك والخدمات وما أدرك ما الخدمات ما نحكيهش على التوقيت ما نحكيهش على السطول ما نحكيهش على المشاكل اللي التونسي الحكومة بتاعكم يواجهها في حاجة عندها علاقة بك أنت بالذات أول ما يطلع الكار يخمّن في الحكومة وأدى الحكومة والله وضعي صعيب كما قلت ونعاود نقول لمحالة لازمنا نتحدّعو هالوضع ذا الوضع تراكم ميت وخيارات كانت غالطة في عدد من السنوات ها وش نقول نحكيه بكل تلقائية وبكل مباشرة العملية مباشرة شوف راو الشركات العمومية هذي الكل عندها نفس نفس وضعية تمام يكون شركات أكبر كما ترانستوي اللي هي وضعيتها في المديونية أكبر شوية وهذا كما نعرفه 1330 قيمة المديونية ديون شركة ترانستوي منهم 300 مليون دينار للسينر بي اس وعدد من الصناديق الاجتماعي دونك احنا اليوم كي نشوفو وضعية الحافلات وقداش احنا قاعدين نستثمروا في الوسائل للنقل نفهمو الوضعية لأن عندك اليوم في شركة تونس نقل تونس 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 1213 حافلة في اخر شهر ديسمبر 2020 عنا 627 حافلة كاو اشتر بلسك اشتر يخدم اشتر ما يخدمش عليهم يخدمش لأن ثم مشكلة كبيرة متاع الديون الشركات هذية والمزودين تعال قطاع الغيار إذا كان انت من 2017 تعم في السفقات و18 و19 و20 وتعم في السفقات باش تاخو قطاع غيار وباش تتزود ومتخلصش كيفش تحب بعد المزود يكمل يواصل يعطيك قطاع غيار هذيك عليش كانت أولوية مثل الحكومة أول ما تسمينا وأول ما عملنا للواتفينانس كومبليموتيغ بتاع 2020 قلنا يلزم تخصيص مبلغ اللي هو قد مقدرنا عليه خطر راح نتعف وضعية مالية العمامية لخلاص المزودين وهذاك اللي يخلانا يمكن اليوم نقصة على الشركات وعلى أقل المزودين رجعوا يشتغلوا معنا سواء بالنسبة المترو ولا بالنسبة للحافلات وهذا يعلى السعيدة الوطنية اليوم قلت 627 في ظرف وقت وجيس مم مع تبني مدين العام 2021 طلعناهم اليوم من 660 حافلة بعدها ثم 50 حافلة حضرت هنكون خطر خلصنا بعض الديون المتركة رجعوا للحركة رجعوا للحركة وهذا مهم كيف كيف رجعوا ثم 10 عربات مترو كانت رقت على 189 مترو 83 يخدموا خلصنا بعض الزيب خلصنا فمشك تغيير وتقادم من الأسطول وغيره وصلنا 93 وحنا اليوم وضعية الأسطول ووضعية الوسائد النقل رهي ضعيفة ضعيفة ونفهم وعليش نحن تم الزحام ونفهم وعليش الوضعية متاع الأسطول اليوم وصلت بطريقة ذك احنا شنو المشكل المشكل هو الاستثمار ونحن نعرف تونس في المدة الأخيرة ولا في سنين الأخيرة نقص حجم الاستثمار نقص الإمكانيات ونقص خلق الثورة وهذه اللي وصلنا إلى مع تالي احنا هدفنا كيفاش نعاود ونستثمر وبطريقة جديدة لأن منويل الاستثمار تعل الشركة النقل العمومية هو غلط الدولة تعطي 30% كدعم دعم استثمار للشركة هذه والبيقي 70% هذا أقصى تقدير من تعطي 20% تعطي 15% ساعات ووضعية الشركة والبيقي ما داخل لا ما داخل لا تمشي تأخذوا بالديون مع البنوك بضمان الدولة البنوك تعرف المرتفع واليوم مع تقدم وضعية قلية السعاد قدم وذي مواصلين فيه وعننا مدة وإحنا اليوم وصلنا الوضعية حتى كي بيش ناخذوا حافلات على السعيد الوطني اليوم اللي يتباعوا في السوق المحلي وعن طريق الكنستركتور دي بوس والإزاسان بلغ دي بوس وليت كلفة الحافلة مرتفعة على خاطر تحسب هالإشكاليات متاع التمويل كل التوجه راهو لزمنا وبلس وفونا ذي حاجة أخرى اللي هي معروفة زدا أن اللي بيش ناخذوهم كلهم أرو تروى معدل الاستندار لقدم بتاع اليوم معادش مستعملين أصلا في العالم أحنا نقعدوا في نفس المنويل نستثمروا في بيش قدم في دي بيش ماهمش معنتها مولائمين وفي نفس الوقت الدولة تساهم كان في ثلاثين في المياه من استثمارات هذي هذي سيد الوزير طوحنا حوالي ستين سنين بعد الاستقلال لمشينا واستثمرنا على كل حال جاءت مرة بشركة استياها هكا ومشينا فيها وبعد انتهت تقريب ولينا ناخذو كار براجيب قطع الغيار طوى ولت معناها دينار طايح وقطع الغيار ولت غالية ومضاعفة والشركة ما هي الذات طابعة ربحي النقل العمومي ما عمره ما كان ذات طابعة ربحي ما استطعنا زادة على مستوى الاستراتيجيات ننتج هذه المعادلة بين خدمة عمومية وبين الطابعة الربحي لهذه المؤسسة وهذا مشكلة بتاع حوكمة يخص الوزارات المشكلة الثانية النقل على ما تقدم دول ام تخلفها طوى انت يكيد زرت كثير من دول العالم وكنت في الخارج تفيق الدولة وقيمتها برهان هي في قضية النقل تواتره بتاعه الزمني جي في وقته مجيش في وقته وطبيعة اللوتيل الفلاني في ساعات انتي من هنا تقص الطيارة والتران والمترو وتقص من هنا وانتي ماشي احنا عدنا مشكلة كبيرة يا سبخة توانتي تحك ومصاريف وخسرين عليها ولكن هي ماشي قاعد قدم في الخدمة زادرة تهزش في الناس يعني حقيقة بطريقة مهينة الناس في هذا في المقابل مسعتوش كحكومات مش شخصك انه نفتح مجال شوية اما الاشتراك مع القطاع الخاص او للنقل الخاص باش يتوفر حتى النقل الخاص ما مستطاعش لحقيقة انه يلعب تدور في هذي الجانب وما كبرش عليش ليتعاقد الاجراءات اليوم انتي ثم لو قطاع خاص وتعرف هم بعد نقل الخاص راه يتقاسي في بيروقراتية صعيبة وفي الحكاية هذه المشكلة الحكومة هنها قاعدين نعالج فيه احنا توا قاعدين نعالج فيه وراه اليوم نحاول وحنا نعاونو فيهم لكن المنوال المشينا به راهوا معادش يختم راه في العالم اليوم الطريقة هذية راهي معادش تعطي اكلها ويلزم الاستثمارات في حافلات تراس اخر هذي حاجة يلزم التمويل التمويل يكون كلي ويكون عن طريق اليوم معادش تمويلات اجنبية ومعا ولموجودين راهوا يبيع دفن وليحبوا يستثمر وحنا في حافلات نظيفة في حافلات تكون معنتها تعطي مردودية خير احنا اليوم قعدنا في منوال قديم ونعلكه فيه وما عادش عنده حتى نتيجة وحتى المسبة اللي راهوا الشركات الخاصة راهي كيف تعاني كيف احنا اتجأنا الى النقل الجماعي وانتكزنا لتاكسي الجماعي وهذاك معنا كيف كان فيه معنا بعض الطريقة حلول حلول وقتية لكن كان احنا خممنا في منوال اخر تعتنمية وراء الشركات النقل العمومي يمكن كان كنا نقاور وانحنا فيه وضعيات مخير وعلى تحسين وجودة الخدمة كيف كيف الزمن غير محترم في الحافلات انت سألت على حاجة كتدخل لانت تخرج لبلاد لانت مشي لبلاد معينة اول حاجة تقاها الساعة يعطيك الريزوم تتروسبورت عندك شريزوم في تونس اليوم ما تعرفت اليوم كيف نمشي للبلاد هذيك الناس كل الناس نتعرف تأخذ بيوش هذيك الناس تأخذ بيوش هذيك عنا اعتباطية كبيرة وموجودة المعلومات هذه الزمن تتطيعها ثانية حاجة مهمة اليوم والله عملنا اجتماع مع الشركة الجهوية بالنقل بالقروان ونحييهم لأريق العمل لانهم قدموا واشواط واشواط بيش تولي عندهم التطبيقات متطورة وتعطي الوقت وتعطي وتعطي المتابعة للحفلات كيف كيف اما اليوم بيش نزد نحسنوا هالحفلات هذه يلزم استثمار ماش حال اخر بيش تعمل اعادت هيكلة بيش تعمل اعادت هيكلة انا معاك نقاو حلول بتاع اعادت هيكلة لكن يلزم زد استثمارات كبيرة انا نقول لك اليوم يلزم على اقل على اقل 1500 حافلة في 2021 2022 يتواجدوا في تونس سيد الوزير رهو كلام يلزم 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 عاملين حاجة عاملين برنامج في هذا الاتجاه احنا طول هدفنا كيفاش نوفر عدد من الحافلات بسرعة وفي نفس الوقت ننطلقوا في المشاريع هذه متاع الاستثمارية الكبيرة وطلبين تمويلات حتى اجنبية هات بركة نحاولوا نحسنوا الأسطول عندكم منية انا سمعت لي ثم حتى اتجاه للترفيع في معلوم تعديل 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 من وال التعريفات اليوم راه وقديم نزلنا نحكي 250 و 270 ووكل سكشيون هاليك توصل بسعدون وتمشي ثم حاجات اليوم معنتها وكل تيكيل قديمة خضرة وصفرة اليوم عشقلت اذكرت بكري الشركة الجهوية بقروانيانا قدمت وشركة اخرى ده حدا شركة القروان القسرين كيف كيف زينا قدمت منظومات جديدة ومتقنطورة احنا اليوم نحبه نقص ونليميت لسكشيون معانا انتي تبدأ دونزون زون ذاك المم تاريف تاخو محطة ولا زوز محطة تنكو تدونزون دونزون لا سي المم تاريف واذا احنا نماشين فيه ان شاء الله وقتش بالضبط يصدر قرار الترفيع في تذكرة النقل مش ترفيع قم اقول تعديل 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 ما نعم ترفيع تعديل ما نعم ترفيع تقول تعديل حكومة كتحبت زيت تقول تعديل احنا في الصيف ان شاء الله ترفيع ان شاء الله في الصيف في جميل نفوت هذه بشارة بشارة خرق العادة اما على الاقل لإقناع المواطنين في الجانب هدايا التعديل سيرافقه وتحسين في الخدمات اذا كنت نحبه نمشو فيه احنا طوال لكن نزدك في كيف راهو احنا دورنا نحسنه في الخدمات ونفس الوقت نراجعوا بعض الخطوط لأنا ما اذكرت حاجة مهمة في الصيف تتعمل زيتها اللي هو انتلاق الفعلي للارافير والليني او للارافير دونك لليني متاعك مش يتمدل شوية مش نسلوك علي نحب نرجع النقطة مهمة اللي هي معاناة التوهنسة كل يوم في محطات النقل وناخو انا يعني ابرز مثال على هذا اللي هو سمعني اتعس مثال محطة البساج يعني ظروف مزرية معناها يعني في قلب اشتاء اللي متر تصب معناها والزحمة متاع المواطنين يعني في مكان يعني محبي بالوسخ في الصيف معناها في قلب الصخانة العباد يبدأوا مساكن معناها يلوجوا وين هكا معناها شوية ظل علي عليش يا رسول الله معناها نعطيك مثال اخر مثالش خاطر رعبة انا ممكن ندور ونشوف محطة اللواج محطة اللواج معناها مصبية معناها في الصيف رأي تتحول الى معناها وكأني معناها واحدة كأني طنجرة تغلي في 160 نسخانة بكل الزنك اللي مسقفة بالزنك اي اي سيد وزير العرف اللواج يستي معناها يعني المواطنين يعني نعطيك على سبيل المثال في محطة المترو معناها في محطة الجمهورية كيف كيف حالة مزرية اي باي معا الديون الحقيقة ندخل برشا في الارقام انا خاطر نشوف في ارقام كبيرة برشا طوال شركة نقل تونس الديون تاعها عاسب وزارة تخلي وزارة المالية اكثر من 1000 مليار الشركة الحديدية كيف كيف اكثر ساعة المحطات المتاع الوجات راهم هم اشتبعين تحت اشراف وزارة النقل هم تحت اشراف شركة خدمات تابعة الوتيكا وانحييهم بالمناسبة رخص تابعة الوتيكا تقريب لا رخص يعطيهم الولات يعطيهم الولات نحكي على المحطات هو صحيح كل شي يظهر باسم وزارة النقل وحنا كل شي وحنا وحنا في المجال هذا شوف ثم مشاريع راية عطلت نحكي على محطة برشلونة محطة برشلونة هي محطة اساسية في تونس مشروع معطل ومسنوات والحمد لله تكملنا الدراسة الأولية مؤخرا وعنا لفن عوجودين تمويلات وما قمنا مش المشروع ذلك ثم يعطنا ظره لرفير راه اللي حكينا عني بكري محطة برشلونة وقتش بشتنطلقوا عملينا احنا تقوم تقوم في الدراسات الدراسات اللي هم تفصيلية بعدنا عملنا الدراسات الأولية تفصيلية سيد الوزير ما يساش القصة عليهم بدأ بحكينا على الرافير هاو تقرير على الرافير ونوصلوا نقاش عليه بشتك بالحكية نمشيوا لتقرير حول الرافير تراكو مادلي مشاريع معطلة تجاوزت مدتها العشر سنوات في قطاع النقل ووضعية حوكم متردية داخل الوزارة أفد على إثر وزير النقل معز شقشوق أن أولوية العمل ترتكز أساسا على إنجازات المشاريع على غير شبكة المترو السريع التي تنطلق أو خرج ويليا القادم ومشروع لسيانة القطارات بمنوبة المبرمج منذ سنة 2016 بقيمة 20 مليون دينار وأشار الوزير إلى أن شبكة استكاك الحديدية تعاني من نقص كبير في الاستثمار إضافة إلى أن سرعة القطارات لا تتجاوز 50 كم في الساعة بسبب ترد حالة السكك الحديدية على أن يتم تحضير مبلغ بقيمة 5000 مليون دينار لإعادة تهيئة البنية التحتية الحديدية مشروع آخر ينضاف إلى قائمة المشاريع المعطلة والمتمثلة في الشبكة الحديدية السريعة للخط الرابط بين محطة برشلونة وسيد حسينة الذي ولا أن طلق العمل عليه منذ سنة 2015 إلا أنه وبعد مرور أكثر من خمس سنوات فإنه لم يدخل بعد حيز الاستغلال إلى حد الآن تأخر إنجاز هذا الخط الذي يعتبر الخامس من نوعه في إفريقيا ومن بين أهم المشاريع في قطاع النقل في تونس أرجع وزير النقل إلى فسق عقد الإنجاز سنة 2017 هو طول إجراءة إعادة صفقة جديدة إضافة إلى الإشكالية العقارية والمالية المتعلقة بهذا المشروع على أن يدخل حيز الاستغلال في السوداسي الأول من السنة الحالية سيد الوزير هذا الرافير هدايا واللي كان موضوع حتى في حملات انتخابية وعود انتخابية ومواعيد كيف وكيف اللقاح المواعيد واضح تعطى فيه قداية أكثر تقريبا من أربع أو خمسة مواعيد نذكر عنا موعد نهائي نجمه اليوم نعنو عليه قلناه هنا خمسة وعشرين جويل إن شاء الله الرافير ينطلق في عيد الجمهورية الرافير إن شاء الله ينطلق وذي هدفنا وإحنا تقيت وحلنا المشكلة في باردو بشي نطلق الليني أ تأسيد حسين سي جومي ومن بعد إن شاء الله الليني دي معنا نقول وإحنا بداية السنة المقبلة ولا آخر من السنة الحالية وتكون معناتها إن شاء الله خطر باردو لازم نعملو محاول الفوق وفي نفس السياق ومترو سفاق سقريب بشي 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 خلناه بشي خلناه نحلو المشكلة ذي أحنا لرافير متاور تعاهدنا به ومقدمين فيه الأشغال توفف إن شاء الله في شهر مارس ونقعد نعمل لتاست متاعنا مع شهر مارس وذي جهاز كبير وإن شاء الله ربي وصل لشهر عيد جمهورية وذي بشي خلي معتا حتى خطوط الحافلات تتغير في المنطقة ذيكة وحتى بعض مش نحاض ونبتميز ونبتميز على ضو هذا يعني أنه مش نتلق بشي هز عدد كبير وعنه عدد من العربات كبير يحسن العربات موجودة كل شيء موجود حكومة على بعضها كل حكومة تتجرب تتصور في العربة ومعض نحن نحب أن نتصور ونحن نحب أن نمشي وذي حكومتنا معمولة نرجع بالله للمحطات وذي مشاريع معطلة لأن لارفير صحيح وطوة كان فرصة بدينا في مشروع كبير لأن محطة برشلونة ينطلق منها وثم راه خطوط أخرى ثم الخطوط الس اللي هي تمشي حتى المحمدية وعن الخط من تونيس مغين حتى لاريانا والحسيان سمعني خط آف هذا يشتعد على اللاك لا ذاك المترو ذاك المترو ثم خط مترو آخر يمشي على اللاك أحنا الهدف في المنجاز هالجزء الثاني هذي جزء الأول أنا أحنا كان من الليني واحدة منه منزلت الليني دي أما الليني دي كان أخذينا قرار على مستوى برضو ووضايا تم اتخاذه وطوى نجيس نوفر الاعتمادات بقدرة ربي نولي معنا هننطلقوا فيه في 2022 هذيك يدل هل هي شبكة الخطوط وأحنا في الطريقة دي ثم عدد من المحطات في وسط تونس اللي هي تونيس مارين اللي هي بحثة تي جيان وهذه بشتقول هي انطلاق خط وكيف كيف تونيس منصف بي تونيس بي في اللي هي زادة كيف بشتكون انطلاق الخط وشيربط بيننا وخاصة الخطوط اللي تران انتر يربا ليجيوا من سفيقس وليجيوا من جهات من الجنوب يمشيوا للمحطة جديدة لك ثم اعادة نظر للمحطة جديدة لك لنا فرصة كبيرة يعني جبت انتي محطة الواجهة تاعة منصف بي وهنا دي لاحظة مهمة لأن احنا اليوم مدينة دينا نحب ونعملوا شراكة مع القطاع الخاص لانجاز محطات من المنويل جديد يزينا من المنويل احنا نعملوا في محطات تاعة دي بيوش يجي الواجهة يعمل بعد في محطات كشفت كما محطة منصف بي وغيرها وبعد نقاو مثلا ما شك التكامل بين النقل لأن القطاع العام وقطاع الخاص يخدم بعض وراء ولنا كان نعملوا محطات نموذج اخر يكون في شراكة من قطاع العام وقطاع الخاص وراه يعطي نقلة نوعية للمحطات هذه تم فرصة باش نكونوا في سفيقس ونرجع لسفيقس المحطة النموذجية اللي هي اليوم الدراسة تكملت الدراسة الاولية نعم تطوى إن شاء الله نعملوا وتكون محطة نموذجية في مصر اللي تخلي تفرهد المحطة تشروف محطة متع شنو محطة متع مترو مش مترو بركة مترو مترو هو مشروع كيف كيف تلنص هو ثم تطوى لابا لما نعملوه باش نرجمو كيف نقاو الشريك الخاص وإن شاء الله بقودة ربي وقتها سفيقس تبدأ تشوف علامات الأولى خطر الناس يقول راي دراسات الدراسات دراسات حتى وقتها شوف شوف الدراسات يذكر خير هو مستشاري الخاص رجل روتريت جمعي خليتوا معي هو في السرنة قالنا راي قصة دراسات الدراسات كملت ولكن ثم رأوا ثم مشكلة دراسات على شطورت لأنه ثم ثم أفكار متضربة بيشكل شكور بين محل ما تهوما الدراسات طولت وكل واحد ثم الحوز العقارات صعيبة ثم أراضي صعيبة ثم كيفاش مش نعملو هاي الخط تي آن كش نعملو خط تي دو طوى على الأقل ثم ان كونسونسوس عليه قال بيش نبنيو عليه وفي نفس الوقت عنا أفكار أخرى حتى للتران بتاع سفيقس عنا أفكار أخرى بيش المحطة النموذجية لقلتها في سفيقس قال بيش تخلي تبارورة تتغيي ينجز خطر توليون ثم بلوكاج هو نفو مش نوع تبارورة كله مجرد هو مش مجرد هو الحق مش روح مهم من مشكلة ثم أشكاليات اللي حقها تجاوزناهم قبل من نعلم على المشاريع يعني مشاريع رأيهم هم عشكاليات هذه بربي قلتك المحطة النموذجية نموذجية اللي بيش تعمل بشتراك مع القطار نعم القطار الخاص اللي بشتتخلي المحطة الكطارات اللي هي توق بكي بلوك وي بشتتعمل فصل البلايد فصل البلايد بحث المحطة ومحطة القطار ومحطة القطار في سفيقس أي إن شاء الله هذي توقفنا مشروع نحبه ندفعه به وفي نفس الوقت بش نعطيه بتاع المترو إن شاء الله معناتها نقاو شريكنا ونقاو الموديل الإيكوناميك اللي بيش نبدأ به ودوميل ويندو يكون شاء الله اللي هو عليه في الميزانيات بتاعنا سمحني بوري ابناء القيروان يتسألوا على مشروع يعادة إحياء السكة الحديدية سمحني يعادة مشروع يعادة إحياء سكة الحديد في القروان في القروان اللي هي موجودة أصلا تخذينا تمويلات تخذينا تمويلات مؤخرا على خط يربط سوسة بالقسرين مرورا بالقيروان وهذا معدها مشروع مهمية سمزلنا كيسر احنا لكونفنسيون بتاع التمويل وإن شاء الله معناتها نتلقوا في الانجاز وقتش وقتش بضبط عماني لكن احنا اليوم طيو نبدأوا في دراسة حينة طيو كاحنا نقوموا بالانجاز مع إزابل دوفر تغلوا الخط القديمة أي وثم على تصليح فيه ثم على تصليح فيه ثم على بعض المسارات بتتحسنت معدها تم خدمة معدها يلزم معنيش بعد الأنجاز بالضبط نحب نعطي غادات غالطة أما رهنا صححنا الاتفاق مع التمويل تمويل موجود وليوم ما عطينا نقطة انطلاق بالنسبة للسنسي فتي بيش تنجز بيش نعا نواصل في هذا الخط حديش أي جز تمام القتارات والعربية المتعال السكة الحديدية معناها تقريبا عدد كبير منها فات عمره الافتراضي وانتهى الأمر ومفروض خرجوا في الريفارم عندهم سلاوات طويلة اقدام وولد حالة مزرعة ثم مشروع لإقتناية ربما عربية جديدة ثم أنا بلدوفر ونكور مشكلة في البيروقراتية متاع إذا بلدوفر وهالمشكلة كبيرة بعد اليوم وصنى وخطر زيدة تعرف اليوم مزوجين ما عادش عندهم الثيقة في شركات متاعنا ورزم نكون حتى كثم تمويل وثم عدد مسائل فنية فسط الشركة اليوم خلت الاقتناع هذية ما صارش وتأخر ولعاد علمي يمكن يزيد يتأخر ثم إشكالية كبيرة على مستوى القطار هل سيعود مجددا إلى الحوض المنجمي الحتاب موجود في الحوض المنجمي يوم نجم نأمنوا ثماني سفرات اليوم ونهزوا نجم عدد من رأتنا نجم فصفات لكن مشكلة للإنتاج ثم شركة خاصة لنقل الفصفات الفصفات موجود نجمه الزهرة ولسن سيفتي يشتغل لكن تم مشكلة في الإنتاج وإن شاء الله معتها أقرب ممكن ندرجع لإنتاج سيد الوزير بشي يبقى الكلام عنا على درجة مصدقية والموضوعية والعباد تسمع فينا وتسمع في صاحب القرار الأول في مسألة النقل مشاكل ميزانية الناس كل تعرف فيها مشاكل الانهيار خليني يقول باش ما نبلغش وقول الانهيار التخفيض في الترقيم السيادي اللي نواجه فيه يعني هذي بشي عطل مشاريع هذية ولا معنا بشي خليها تلتزم بمواعيدها حتى التمويلات موجودة 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 التمويلات احنا مشكلتنا ما أخذش تمويلات رايب المشروع الارفير رايب تمويلات موجودة تعطل مشاريع رايب والبيروقعطية والإشكالات أخرى احنا اليوم كيف عملنا احنا في الاربع شهور يضموا ولا ستة شهور اللي خدمنا فيهم راينا خلينا المشروع يتحرك ويكمل باش نكملوه وحطينا الناس كانت تحكي على الفين واثنين وعشرين انتهي المشروع احنا خطينا الديدلين قلنا لا يلزم ما رس نكملوه ونحطوا المقاولين خلصين طب خلصناهم وكانيك المشكلة لانا ما تخلصش المقاولين وتخليهم وانتي عندك اشكاليات معناتها ما محادة التمويل لانا البيغ دفون يقول لك لا ما نعطيك فلوس الا ما تحلي مشكلت برضو ما نعطيك فلوس الا ما تحلي مشكلتك مع البوغ سنترال في كل مجال هذاك ثم اشكاليات نقيناهم موجودين تحليناهم المشروع دار ومشروع دار وليوم وصلنا نجمنا عطيه ديدات وذلك عليش نحن رأنا فرحانين على قل بهذا اول انجازة نجم تقول على مستوى وزارة النقل تحرك وقدمنا به ان شاء الله انتك متبع وعدد انجازة اخرى وان شاء الله هذا يعطي نقطة انتلاق المشاريع لانا راه عدد المشاريع المعطلة في وزارة النقل رأي كبير واللي عطالها اكثر هي الاجراءات اكثر من قصة التمويل ثم برشة من الاجراءات اي ثم برشة اجراءات عطلتنا ثم عدد من وطول الاجراءات وثم حتى في التعقيدات الانتعى الصفقات العمومية اللي تخلي معتنا المؤسسات اليوم زادة بطء كبير كبير تنزل المشاريع احنا عملنا مشاريع المهمة كما الرفير كما ميناء انفيذة كما البوك الصدقال تعبار شلون المناء انفيذة ماشية الامور قاعدين يختمون المقاولين اليوم بمشون قاولين الكونسكتور اللي هما بشاركوا في الابل دوفر قاعدين يعلموا في الدراسات يكملوا في دراسات متاعهم ان شاء الله من الاخر السنة نعلو عن انجاز سيد الوزير يفتح الباب حول الموانئ السياحية الموجودة اليوم في تونس وليستثمرت فهم الدولة الحقيقة قبل الثورة الشيء الكثير قبل ما يجيوا بخليفة أسمح لي وانتي افتحت الموضوع الآن بتاع الموانئ خنشوفوا سيد الوزير ومبعضنا هذا التقرير بخصوص وضعية المطارات والموانئ ونستأنفوا النقاش وضعية صعبة تعيشها المطارات والموانئ الترفيهية على امتداد السنوات الماضية عما قدها تدعية جائحة كورونا التي حالت دون تنفيذ الإسلاحات المبرمجة خاصة منها المتعلقة بالتهيئة الشاملة للبنية التحتية للمطارات وتطوير الخدمات والرفع منطقة الاستيعابة نظرا للصعوبات المالية التي تعيشها هذه الشركات من بينها مطار انفيذة الذي قام بتسريح حوالي 180 عامل بسبب الظروف الاقتصادية والمالية إضافة إلى تراجع الحركة الجوية في المطار بنسبة 97% مقارنة بسنة 2019 كما تعمل وزارة النقل على إيجاد الحلول لإرجاع مطار اسفيقس إلى سلف نشاطه بعد تراجع عدد المسافرين الوفدين عليها وتكبد لعجز يقدر بنحو 10 مليون دينار وحل الإشكاليات التي يعيشها مطار كرتاج الدولي الذي يستوعب أكثر من 70% من حركة المطارات مقابل تهري الأسطول الجوي وإشكاليات أخرى متعلقة بتجاوز طاقة الاستيعاب واهتراء البنية التحتية وعلى غيران الإشكاليات التي تعيشها المطارات فإن الموانئة الترفيهية في مختلف ولاية الجمهورية تعيش بدورها وضعية مالية صعبة بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية في كل من الميناء الترفيهي ببنزارت وغمرت والقنطاوي التي غابت فيها عملية الصيانة وإعادة التهيئة منذ سنوات إذن سيد الوزير خليفة نجل تستعنى فرني السياحية واللي الحقيقة رصيد كبير ياسر في البلد خاصة نطوى في ظل هالأزمة اللي بالكوفيد مست السياحة والسياحة الأجانب كان من أنك استغلالها في نقل سياحي داخلي تنشيطها لمن تعود هذه سلطة الشراف عليها وكيفاش ممكن أن تكون كوزارة ناقل ولوجستيك أنكم اتفعلوا دورها المستحبين أحنا أول ما خلينا للمهامنا شفنا وضعيات المواني هذه اللي هي فيها مشكلة حاكمة الحقيقة وشفنا مع وزارة السياحة وسيحبيب عمار نحييه بالمناسبة ثم تكامل كبير نجم يستير يصير في المواني الترفيهية بين وزارة النقل ووزارة السياحة هي تحت شراف وزارة السياحة هم تحت شراف وزارة السياحة لكن العملية الحاكمة بتاعهم وعملية السلطة المينائية بالنسبة للمواني هذه ما هيش واضحة احنا قد خممنا لا يمكن السلطة تنتقل إلى ديوان المواني اللي تتابع وزارة النقل وتقعد للوزارة التجارة تشتغل على حاكمة الفضائات المجانبة للمواني وايضا لبقتي بروموسيون كيفاش نعرفه أكثر بالمواني هذه كيفاش نستقطع بعض الاستثمارات وتولي على قل العملية تولي واضحة يعني أنه تم إجراءات وثم عمليات سيانة واستثمارات في البنية المينائية ويتقوم بها ديوان المواني اللي هو يشرف على عنده السلطة المينائية ويشرف على المواني التجارية في البلادنا في نفس الوقت طوى احنا لحديث هذائي جرنا أن نعرفه أن تونس عندها كبيرة في المجال البحري وكان تم ندوة في الأسبوع هذا مع الكتابة العامة للبحر مع مدام السحيري وشوفنا معناتها أهمية أنشطة في المجال البحري ونظلنا نرجعه النقل البحري في تونس على طريقة جديدة وعننا عديد من الفرص الكبيرة نجمع أن نخذه في المجال هذائي وفي نفس الوقت المواني التجارية متاعنا كما توجبنا بكري على ماناة نفيضة لكن ذاتها من ترجيس فيها أشغال كبيرة من سفاقس من سخيرة من جابس من بنزرت من تونس ومحاق الواهد هرادس عنيش وصلت سيد وزير لحالة الإعمال هذية اللي خلاتها في رمو وفهم بعض مواني رأوا معناها تحولت إلى مذابل معناها حتى يعني معادش حتى وجهة متاع السياح يعني نعرف وتوا معناها كانت تحكي عدت عن المواني الترفيهية حاجة المواني الترفيهية مقلتك مشكلة حوق معتذي كان أنت ما عندكش حوق ما واضحة على مستوى الميناء ما عندكش سلطة مينائية واضحة باش تصير رمي مسؤولية هما نصوص ترتيبية لازمها تتحين واحنا مستعدين نقلتك مع وزارة السياحة احنا مستعدين مدينة دينا باش نجريوها هالسلطة المينائية على مستوى ميناء الترفيهية ولميناء تجريهية خروة مهدورة سيد وزير 1200 كم سواحل هذا البلد الساحي اللي اليوم تمشي في مدينة مثل بنزارت بين المدن مدينة مثل بنزارت وعنمشي شيك البنزارت حدثنا على برشة مدن ميناء ترفيهي يعني مفمش مدينة ساحية لا ومعندش تقليت بران النقل البحري بين المدن معناه تاخو من جرب لتونس وحضر لي روحك لحكاية القنطرة زيدا بش نسلوك على القنطرة لك نازلنا بش نسلوك على القنطرة لك نازلنا بش نسلوك على المواني كل ما يمرضتها تجيز ونقل وتسيل زميلي نحييه بش نرجع لحكاية وضعية المتارات واضح عتينا بالضبط مطار كما مطارة نفيذة اللي هو معناها عنده سنوات في حالة معناها يعني خليني يقول ما سيش في حالة بأسة أنا حكيت حتى مع بعض اللي يغنوا في المطار يقولوا لي معناها وقت اللي تصب بشتاة تصب المطار المطار معناها اللي تسقف متاع المطار يقتر يبدأ يشرشر بالماء مطارة مطار نفيذة اللي هو مطار أساساً معناها التبناء بش يكون مطار سياحي بي ثم بش نسرك على مطار تونس قرتاج اللي يبدو أنه وصل إلى حارة الهرم معناها سيئ ذو اللي معناها مشفعت عمره الافتراضي فقط ثم تفكير أنا اسمعت فما أفكار تم تدولها وفما دراسات لأما لنقل المطار إلى وجهة أخرى على ما أظن إلى جهة قريبة شوية معناها البنزرد أو باستغلال مطار منفيدة أو عتينا الصحيح من هذا هو يزم استراتيجية واضحة يزم خطة استراتيجية واضحة بالنسبة لمطاراتنا نحن استثمرنا في عدد من المطارات وتعرفوا عدد المطارات في تونس كبير مقارنة حتى بدول مشابهة لكن ما تستثمرناش ما في بنية تحتية ما تتعام مطارات كبيرة اللي تجم بتكون هي وهذاك عليش هو كان المشروع الأول متع مطار منفيدة كان بيجيكون هابدو ترانزيت الاستراتيجية تغيرت بعد الثورة صار خلط في العدد من الأشياء وخلتنا معناتها مطار نفيدة ما تتطورش بالطريقة وما صارش الاستثمارات متعتاب في تونس بالطريقة اللازمة اليوم هذه الوضعية لقناها هذه الوضعية لقناها هدف مش نوع هدف مش نوع هدف مش نوع هذي ما برميل حاجة احنا اليوم حطينا مشروع نفيدة كمشروع نموذجي شمعناتها معنى فيه ميناء مياه عميق فيه منطقة روجستية بألفين هكتار فيه المطار اللي يجب نقوله حلول استراتيجية مش رهو حلول هوا عقل ولا هوا جدول ديون ولا هذي ما حكيت رهو ماتا ولا هوا خلاص متاع أجور هذي عشان نتجاوزوه فترة ذية وبعد ننكبو على الامور الاستراتيجية اللي يلزم نعالجوه كيف كيف مسك الحديد اليوم انتي تعبت يمطار يمطار مفيدة ما عندك سك طعب في كرتاج ما عندك سك ما في الأصل موجود هذا على المستوى الدراسة عذيك عليش رهو يقوم كثير من شريعة معطلة ثم شريعة ما تمش إنجازها احنا على مستوى التخطيط ضعفنا ضعاف برشة رهو في النحية اليوم لازم تكون عندك رؤية مش على خمسة سنين الكاملة هذي كل مرة نسمعه بقصة مشروع المطار الجديد هو ذلك موجود الحكاية أو مجرد خيال أو كان مشروعا ثم هو مطار هو مطار تونيس كرتاج كما قلته وكما قال ريبرتاج راهو أصل للكباسيتي اللي يميت متاعه معنتها يا نعملوه توسعة يا نخدم المطار جديد هو أنا كي جيت نقع مشروع التوسعة موجود احنا نتبعه في المشروع احنا طلبنا باش نعملو حوز الاراضي في جرعة عمار بتضبطه جرعة الحناش مش بعيدة على المنطقة هذه ومشالله هذيك باش تكون حوز العقاري هذيك باش يمكننا إذا كان احنا مشروع التوسعة ما يصيرش لازم نحاولو نقع في سع حل بديلة اللي هو بناء مطار في شمال تونس وذي هو المشروع اللي حكينا عليه كيف كيف إذا كان قينا حل مع نفيذة بدلوا الشراكة بدلوا الطريقة اللي تعاملنا معها حتى مع الشركة تاف بتترز يكون حل من الحلول على الأقل في قصير المداء رغب جربوها في السابق ولا غال مطار نفيذة محلش إشكالية احنا ديما نحاول وذلك عليش المحاولة على الأقل باش نرجع ونطلحوا ما أفسدوا هل سنوات الخرب من ناحية المشاريع هذه اللي هي مشاريع عامة مشاريع نجم نفتخروا بها لكن ديما ثم حاجة تنقص المشاريع يعني يا ما تكملش يصير إشكاليات لا تخلي المشاريع تفقد نبعده على الأهداف اللي هي قصة النقل وشحن البضاء عليش المطار الوحيد تقريبا حسب الطلاعي وصلحني يعني كان غالس هو مطار تورس كارتاج عليش مرتبط عليش مطار تورس كارتاج يحتكر النقل وين يصفيق وين يجرب هذو ما احنا زيدا مشاريع نحبو نطورو الحج شحن وحنا اليوم كان صننا تونيسير وصلت للوضعية هذه لأنها ما استثمرتش في الشحن بالضبط الشحن اللي هو خلينا الشحن كما هو وما ما عطينا وش قيمة وصلنا اليوم هكشفت معنتها وضعية صعيبة حتى ماليا اليوم نحكيوا على كمباني كما اتيوبين أرلاينز معتها قاعدة في المستوى هيا بديت عليه ورغم الكوفيد لأن الشحن في فريقيا هي مسيطرة على الشحن كل في فريقيا ولا تتخدم على الشحن كثير منها خطوط الجوية الأثيوبية خلي سمعوا توانسة احنا باش نستشهد الخطوط الجوية هي لولة في فريقيا وهذا مهم ياسر لحنا لدينا نقوله لانا ما عملنا استراتيجية الباهية لتونيسير وخلينا تونيسير وخلينا تونيسير تخدم على التوريزم وعلى الشارتير وعلى حكايات معطا اليوم ظهر بالكشف بالأرقام اللي هي استراتيجيات مفاشلة لأنها ما كانت مقابل ما عدت تم حديث عن السماء المفتوحة الوبينسكاي لا لا سبونسكاي يعني كان ممكن هي تطور شوي وضعية مطاراتنا عطينا لكور ومطاراتنا رو اليوم كان الشريك الأوروبي معطا يجاوبنا وإحنا مستعدين للوبينسكاي حاجة معلش مجاوبناش فيه لا جاوبنا هي معلش مشيناش فيها الوضعية الوضعية هم يجاوبونا معطا إحنا إحنا وفقنا وهم يوافقوا منشياتهم ونبدأوا معطا معناش حتى إشكال أما نصور أن الوضع متاع الكوفيد اليوم هو ليخلي شفت أنت المطارات بلاد كل مدانية كل مسكرة معطا فرنسا حجر تعرفوا بضبط الحدود كيفاش وكل مش عود نرجع لحكاية المطار لأنه بصراح يعني اليوم معناها ثم حالة متاع ستياء معناها كي جي من أي بلاد ده من أي بلاد في العالم وخاصة كي تهبط من مطار أوروبي أو خليني نقول بسيش حتى مطار خليجي ولو من حمش يدخل في المقارنة مع دول خليج تونس ما عنديش مطار لائق اليوم تهبط في مطار تونس كالقرتاج رغم كاني نفس يا نجي طبعا هذه المرارة اليوم معناها ثمش كل يشبه محط الواجه يقول نجي من مطار دبي ولا نجي من عرش من مطار فرانكفورت ولا ولا من أورلي معناها نهبط في مطار قرتاج كاني هبط في محط الواجه الغالب لو تم الاختيار على مطار نفيدة كمطار كبير أو بشيتوا في بناء مطار آخر شنو مش يكون مطار تونس كارتاج هل يعني هو مطار اليوم في قول العاصمة النجم يكون معناتها النجم العقاري ذاك تصير عليه مشاريع كبيرة كبيرة هما احنا لا نستبقوش لحداث خلينا نشوف عملية توسعته لأن عملية توسعته ذا مشروع نجم يكون يعطي مرضو دياباه ويحل وقت عملت فيه دراسات بتاع التوسعة ثم عروض وقاعدين يدرسوا فيهم نحن اذا كان نجح يعني التوسعة تستاذف مسار الطيرات ولا التوسعة تستاذف لوجستيك متاعه هو بشتوفر فيه فضاءات تجارية كامل مش يستوع سبعة ملايين مسافر كان كثير عملي التوسعة لكن احنا نشوف وين بشوصل المشروع اذي خطرت هو طور لابلدوف نشوف العروض لانه وضع صعيب زاد احنا مش نرمي فلوسنا في مشاريع نجم تكون ناشحة احنا لازم نحط استثمارات نا في البيهي نحن احنا ثم مشروعين كبار مطار مطار تونس في جرعة عمار وتخلينا معناتها نقاو الحل وكيفش مقدش نبديه وكيفش نكمله وذي كان بعد تحددها تحددها سيد الوزير بسرعة كان في جرعة عمار قولونا خطب شو ندخلوا نزيدوا على اراضي نحنا نستغلوا الفرصة مشاهدة في دار الاراضي ملك الدولة البيزنس بداية معلومة ممتزة عتينا معلومة ممتزة على الاراضي ونوصل مشروع للمنطقة اللوجستية فيه بجاز البيب شمال زادت حدثوا عن هذه المنطقة عدد منطقة لوجستية ومنهم جاز البيب احنا المشروع ثمنه لانه قرب الساعة لتونس لانه يجب يكون حتى القطار يتعدى وكل معتا ثم حاجات النجم ويغيروا السبغة متاع جهات وتعطي دفع كبير التنمية عنا اشكال في العق في العق العق لكن الدراسات ثم اشكون حتى قام بالدراسات واستبق انجاز هالمشروع ذا احنا نتوقع قاعدين في طور معتا نشوف ونكمل فيهم معاهم لدراسات هذومة وان شاء الله معنتها نرزد ومعتا يتحط في المشروع في المشاريع متاع الانجاز هالمشروع اللوجستي سيد الوزير في نفس الاتجاه في قضية القطارات واللي بساجة نيفو اللي اثروا كثير من مشاكل الى اليوم طلقة واحدة هاي في بارضو احنا في العاصمة خلينا مساكل الناس في المناطق الفلاحية وغيرها الى متاه هذه المشكلة شوف هي وضعية نعود رجعتون اليوم وضعية صعبة وقينا وكما قلت ثم بعض حاجات راه ولا خليت الادارة بكل نحبش يقول مسؤولة لادارة لادارة بكلها تشتغل بريتم والطريقة ماش بها اليوم الصفقة صفقات الحواجز ذي جيت فيها شبهة طبيضة مويل وتعهد بها الأقطاب وكذا وبعد تم بت فيها طبيضة مويل خارج هي شركة اجنبية شركة اجنبية لكن موليتها من عصيلة البلد الفريقي جيت فيها شبهة طبيضة على صعيد الدولي مش على الصعيد مش تقصية وذلك عليش عطل انجاز الصفقة يعني انا تعرف توقفنا الصفقة مالا زهر حتى في البس زهرت وانا مشيونا القاوة مشكلة انا وزارت مشاريع المعطلة وزارت مشاريع لا هي بيكون شو بوي لطف لك ازهرنا وحنا مستوى ناخد معلرة وحنا ربي حسب المعلومات اللي جاينا وانشانا قاعدين اكدوا فيها اللي هي الشركة ذي تم مصادرتها من الدولة دولة برتغالية هي مش غريبة علينا نوكل ونحب ونستأنف ان شاء الله قريب العاجل الصفقة اللي بش تخلينا نجهز وثنين وخمسين حاجز اللي نجم يرجعوا بعض الحواجزة اللي هي بالحق اختر ونطلب التوانسي يردوا بالهم في كل بساجة نيفو ونعرف انها هي قد ما نطلبوا شوية لكن ربي اخير هذا مشروع امر نقاح حاضر نقاح حاضر وصادقت عليه حتى تم انجازه في لجنة فيها عديد من الوزارات وتعرف الامور امنية موجودة في المشاريع هذه المشروع كي شفتوا الحق انا ابرست علي بعض الملاحظات لكن خيرت نمشي في توجه على هو يكون الاستشاري وحنا عنا الامكانية بالبوابة ذي كليجيسلاسيون بونتيين لك حتى هنا صحيح اثار عدد من الحفيد عدد من الكوميونيتي وانا سنحييهم لانهم هذاك راه قوة تونس راه انا كنت في الانترنت ونعرف كنت في اليونسكو ونفتخر راه لعنا انترنت بالحد حية وتعرف عالصان سرق في مجال التكنولوجيا بكل قد معناتها كانت حية وفي اوپن داتا والاوپن جوف وذو ما نحييهم وذلك احنا عبينا باش نوريهم ان اراه مشروع كما هذا يلزم يتعدل بالمنطق الجديد اللي هو اليوم يعطي فرص للشباب باش يطوروا باش يعملوا تجديد باش يقوموا بالعدد من الاشياء اللي هي مطالبين فيه احنا باش نعدلو عنا ضو هالملاحظات هذية وان شاء الله بعد نعود لتوجه العام مشين باش ترخصوا للناس احنا باش نعدلو احنا باش نعدلو بمنطابقوا البلدين اللي تشبهنا والبلدين المتطورة رعنا مانش ما نسألكش على القضية اللي شغلت الرأي العام قضية الكيو سانك المتعلقة بوزير النقل السابق وانت وزير النقل حالي هل يتابع وزير النقل الحالي مآل القضية هذه لأنه السيارة اللي معنا كانت موضوع حادث على ملك وزارة النقل وزوري معاهد به القضاء الحق ما عنديش ختمة تماما نيش يقلبوا عليها الكيو سانك فماش ديف نسألوش على الكيو سانك ديما وزادها في نفس الوقت نسمك على القضية اللي ارتبت باسمك في قضية البريد البريد تونس قضية من التمنية الشخصية لو تهم المركز رئيس مدير عام البريد في قضية من قضايا التي تم إثارتها مع الدوانة واليوم ما تتهم البريد والبريد قاعد يعالج فيها وإن شاء الله تتحل في أقرب في ثواري نحكي مع وزير النقل وناس تسمع فيه ومشاريعة برك الله في 2030 2021 2023 يعني قصة الاستقرار السياسي سيد الوزير خطرانا نخاف بعد ستة شهر أنا ما نتمنىش ذلك نرقى سيد وزير النقل عبد السلام بوشوشا شنوه رأيك في كذا يقول إيران عام احنا جماعة عام الفين واربعة وثلاثة في اللاخر يجي يقول لحنا جماعة لاموش خمسة وعشرين جويلة نحنا في ثلاثة وتلخر كذا الاستقرار السياسي هو دي مشكل مشاكل وزارة النقل لأن عدد الوزراء لمروا على وزارة النقل بعد الثورة رأوا عدد مهول مهول جدا نحن بشوفهم مش نعرضهم لك في صورهم ومهول بعد في الوقت اليوم ما نيش معنا احنا كيجينا نشتغل ويقلق لأن مشاريع دي لازمها تواصل والتواصل لذي مهم باش نجمو ننزل مشاريع دي وباش تكون على قل الرؤية والاستراتيجية متكاملة لأن كل وزير يجي بدل وذكر عشان حرصين باش نحضروا رؤية ونحضروا استراتيجية لتكون خطوط عمليا بعد أي حتى كان يصير تداول ثم حاجة مهمة لنا رأوا احنا تعلمنا حاجة تعلمنا الحيادة السياسي والتركيز على العمل وذي هو هدفنا واحنا جاينا نخدمه في بلادنا ورب يقدرنا شكساحة سيد الوزير مع بعضنا توا نشوفوا فقرة رأيك فيهم لا لا يا تاني ما نشتحطوا سيارة كوسانك رغم أسر ناجي قال حطوله تسوير كوسانك كي حرمنيه قال خلنا سنو السورة الأولى وعلى فكرة نتمنىوله الشفاء خطر ما زال كي أصيب زادة هو بواعكة صحية على المباشر زادة في حوار على التلفزة الوطنية مع فرانس فانتكات نتمنىوله الشفاء سيا حبيب سيد سيا حبيب سيد شي قلو سيموال سيا حبيب سيد رجل وطني وهو لسماني على الرأس البريد التونسي وكانت مغامرة لأن وقتها كنت أول مهمة كبيرة ناخذها ونشكره على الثيقة ونشكره على العمل اللي يقام به رغم ما كانش فترة صغيرة كان حبيبها تكون أطول ويعطيه الصحة في كل عمل سورة الموادية سيانو المعروف كان وزيري زادة كنت في البريد زادة كان اشتغلنا مع بعضنا يعطيه صحة زادة على عدد من الأشياء وخاصة وإن شاء الله فرص اللقام بها في وقتها كانت في الوزارة والتكنولوجيا الاتصال ونتمنى لكم الخير وإن شاء الله ربي وجهه خير قل فالحامد يش تقول لها نقول يعطيك الصحة في حاجات لكن تمدس في الأخر وربي معك كاو سورة الموالية رئيس الجمهورية قيس صعيد رئيس تونس رئيس نقدروه رئيس في وقت صعيب جاء إن شاء الله النجاح يكون على يديه إن شاء الله ربي قدرنا باش نعاونوه في المهم اللي هو فيه رئيس البرلمان رئيس الغنوشي سي راشد الغنوشي رئيس البرلمان الشخصية السياسية أنا الحق منيش من السياسين باش نجي من قيم أشخاص سياسية لكن نشكروه على العمل اللي يقوم فيه وربي معه وزير نقل سابق عبد الرحيم الزواري سي عبد الرحيم آخر لقاء نذكره كنت في وزارة النقل ونقتل أشتغل كمستشار في وزارة تكنولوجيا كان على السكة والأليف البصرية في السكة كانت تذكرها كان لقاء مهم قبل الثورة ببعض الأسابيع من وقتها أنت كنت في المجال نشتغل في التكنولوجيا في المستشار وقتها بلى لسرر جب ما ختمشنا بعضنا تلاقينا عدد من مرات لكن الأثار اللي خليتها في قطاع النقل تظهر أن أنت مرأة القطاع يمكن الحديدية اللي خدمت وعطيك الصحة في العمل اللي قم به هيشين بن حبت كيف كيف صديقي وعطي الصحة في العمل اللي قام به في عديدنا المناصب ونشكره خاصة في الصراحة مطاعه وفي حماسه عبد الكريم الهانوني كيف كيف سيدنا قابلتم من وزارة الكل دوما ونشكره كيف كيف اللي هو قام بعمل في وزارة النقل لكن في مطرة كانت صغيرة زادة بشيرين جزالة هو أخم ملو يكلموا فيك بربي وقت اللي أنت نباشر قابلتم من كل نعرف لا لا تقوا أنت باشر تتبادلوا الخبرات تتبادلوا كذلك نشكروا معظم نزل نكلموا بعضنا نكلموا تقريبا مرة واحدة شفت وزير الصحة جماعة وزارة الصحة السابقين تقريبا نحن نتقبلوش في أوفيسي المون نتقبلوا ديما في بعض الحاجات مشنا نتشاوروا على حاجات نسألوا على حاجة خذها قرار خذها ولا حاجة وزارة كل برس قبلتو واضح سيلياس صديقي زيادة كيف يعطي الصحة محالة تونيسير كانت في فترة يمكن هو بداية في عملية الأصلاح لكن بعد ما تنفذتش بسكل قرارات ما تمش لخل هي أقرها مجلس وزاري ما تنفذتش خلنا أرجعك شوية لو كان أنت تاخد قرار إيقالة سيلياس الملكة واضح نوردين طبوبي إنسان وطني نشكر لأنه بعودني في بعض المواقف كانت صعيبة لأنه تعرف النقبات النقل القوية ويعطيه الصحة دي ما يخمى في مصلحة القطاع وإن شاء الله نتعاونه في ما هو أهم واضح سي سيمير بجول كيف كيف إنسان وطني وكان لي عديد من اللقاءات مع بعضنا وتعاوننا في عدد من الملفات ونحب نقول سي سيمير نحن نقنو بعضنا ونقدر المنظمات الوطنية لكل اللا ويدات بو شماوي ما خدمنا بعضنا لكن سمعت على كل خير خاصة مع البلينوبيل وتلقينا في بعض المناسبات وإن شاء الله ربي يوجهها خير لأنها قامت بعمل في الوتيكاة مهم وعطا الصحة آخر صورة شي يقول معز شقشوق للسيد هذي اللي تشوفي ربي معاك تحدي كبير وإن شاء الله ربي نشحك المعز شقشوق فرحانين برشا باستقبالك شكرا سؤال شخصي يهم الأمور بتاع الرياضة قالوا لي كله بيش تزدها حتى تتين ساهمت في اللطخة أو لما ساهمتش في اللطخة نكرر في المنظم المنظم ما عندهاش مدير عام سيد وزير هاي ميسين شاء الله نسلم بشي تقص لونتين بشي تقص لونتين راهو خليفة مشكور جدا ناجي مشكور جدا سيد الوزير مشكور على الحضور نتمنى الزميلة ملك البركاري نحب نتوال مش ماتخلينيش في آه لطوال ملاهايك واضح ملا المعلومات واحد مش يكون واضح ملاها الوزير مش ماتخلينيش بعد كله أحمر وابد مسير يعطيكم صحة زي المشاهدين حتى نلقاكم في موعد آخر من رونديفونوف بتبعى نلقا وانشاء الله ملاك وتمانياتنا بالشفاء زي تصير حبيب الصيد هذا برهام سايسكي من فريق البرنامج ناجي وخليفة يحييوكم وقلوكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة